نعيم الشعر وفرده بطرق حلوة جدا جدا وفي المنزل وبدون اي تكلفة وكمان من غير مكوى او حرارة يلا بينا مع بعض نعمل الوصفة متنسيش دايما تشيكي في اول كومنت بسيبلك لينك وصفة ومتازة جدا جدا عشان برضو تستعمليها يلا بينا وليلي تحت بتتبعيني من انهم بلد ويلا بينا نتكمل الفيديو للاخر الفيديو ده فيه تريكات عشان ينجح فحاول تكمل الفيديو للاخر متخديش بس المكونات وتعمليها لازم تشوفي ازاي انا بعملها ازاي طريقة استعمال الوصفة عشان الوصفة تنجح معاكي وكمان طريقة تنجح معاكي يلا بينا نبدأ عطول الوصفة اول حاجة هتعمليها وهي انك هتحطي نص كوب من الماء في حلة او كسر قلصة وغير زي ما انت شايفة قدامك وحنبدأ ان احنا نحط بودر الرز اللي هو نشا الرز عبارة عن ايه انا جايب حوالي كوباية كبيرة من الرز وضحناها عندي في الكبه اماناتي لو مش عند الكبه او مش عارف تطحنيه روحي عند العطار قولي لونا عايزة رز مثلا امم كوباية مسلا من الرز اطحنهاعна عندهم مكانه بتاع الطحن حيات حنها لك على طول واتاخذ الكيسه متاعاته رز وعلى فكون رخيص جدا مش مكلف نهائي تمام اه دي مهمة جدا الرز رائع فتنعيم الشاعر وفرده نشان الرز عمتا ممتاز جدا جدا في التنعيم وفرد فبصراحة الوصفة دي هتبقى ممتازة جدا جدا الناس اللي متابعين قارة اسيا أو عموما المكان ده هيلقي ان الوصفات كلها بتاعتهم أو المنتجات اللي حتى البشرة وبتاعت الشعر وبتاعت الجسم كلها بتقوم على الرز لان الرز بالنسبة ليهم في المنتجات بجد مكون ممتاز جدا جدا وطبعا احنا عشان درسين الكلام ده فعارفين كده كويس الرز زي ما قلت لكم من المكونات الممتازة جدا جدا لو عملت الوصفة صح صدقيني حتدمينيها وتعمليها على طول الوصفة دي هتغنيك عن ممكن سكرابات كتير جدا 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 مسكات قصد كتير جدا للشعر نعم الشعر هتحطي العجينة دي أو الميا اللي فيها الرز على النار لحد ما قوامه بقى كده مش هتمشي من قدام النار لأ هتفضي يتقلبي وانتي وقفة لان هو حرفيا ثواني وحيكون بالقوام ده اهم حاجة ان انتي تقلبي اول ما يبدأ يوصل بالقوام ده تقفل النار على طول تفضي يتقلبي المكون الثاني عندنا بقى وهو برضو مهم وهو كريم بنسينول كريم بنسينول ده اللي هو بتاع الترتيب عايز اقول لكم كنت عاملة وصفة بكريم بنسينول ده من حوالي سنتين وعملت ضجة جدا 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 والفيديو طلع ترند عشان البنسينول بنسينول من ضمن الحاجات الجميلة جدا جدا اللي كانت للشعر وعلى فكرة لسه بستعمله لحد الوقت عشان كده رجحت لكم تاني بالطريقة واستخدمت البنسينول كريم بنسينول ليه كريم بنسينول ليه كريم بنعم وبطار الشعر اللي احتوائقوا على فيتامينات كتير جدا من ضمنها فيتامين بي وفيتاميين اي مكونات بكادة يبنات ممتازة جدا 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 كريم اصلا طبيعي وممتاز بي نعم اصلا الجسم تماما بي نعم اليد بيفتح فبالنسبة للشعر فهو ممتاز 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 وعلى فكرة مش مدر نهائي تطلع واحد تقولي ازاي الكريم ده مرتب الجسم وتحط على الشعر مش مش مدر نهائي بقالي سنتين بيستعمله وفعلا ممتاز قلبت كويس جدا لحد ما الكريم دخل فيه قوام الكريم بتاعنا بتاع الرز تمام اهم حاجة انت تقلبيه تماما تماما لحد ما يتيح خالص انت ممكن تضيفي بقى حاجة تانية بسيطة دي اختيارية انا عن نفسي بالنسبة لي مهمة جدا وهي الزيت ممكن تحطي اي نوع من انواع الزيوت اللي عندك الممتازة في تنعيم الشعر زي ايه زي زيت الخروع زيت الخروع زيت ممتاز جدا جدا لتنعيم الشعر وكمان زيت النخاع انا هنا حطيت زيت نخاع وحطيت معلقة صغيرة من زيت الزيتون برضو زيت الجوز الهند من الحاجات الممتازة جدا جدا ممكن زيت الججوبة برضو ممتاز في تنعيم الاطراف وعلاج التقصف في الكلام تكله في اعتبر من الحاجات الممتازة اللي ممكن تستعمليها لشعرك تمام انا بحط نوعين حطيت هنا نخاع وحطيت زلزة ثون انت ممكن تستخدمي نوع واحد اي نوع عندك من الزيوت المعتبة للشعر تقدير ان انت استعمليها وطبعا مش هوصيكي بالتقليب الجيد جدا جدا تقليب الحد ما تلاقي القوام كله بقى متجانس مع بعض وتبدأ ان انت تحطيه على شعرك طيب هنتحطه على شعرنا ازاي اولا اللي هو اصفة دي بتتحط على اطراف الشعر فقط ابعدي عن الجزور عشان الرزة هيسد مسام شعرك وممكن يتسبب التساقط فطبعا انت هتحطيه على اطراف والكلمة دي برضو بنوه عليها لان طريقة الاستعمال زي ما قلت لكم مهمة جدا والوصفة فعلا ممتازة وحتفيدك اوي اوي بتبلي الاطراف بتحطيها على شعرك 15 دقيقة وتدخلي تخسلي شعرك او ممكن تحطيها قبل ما تدخلي تاخدي الشعور بتاعك تكرريها مرة او مرتين او تلاتة في الاسبوع وصفة مش مدره نهائي لانها طبيعية 100% ممتازة وحتعالي كل مشاكل الشعر وتنفع لاطفال وكمان تنفع لرجال وكمان تنفع لجميع النساء وللحوامل مش مدره كلها مكونات طبيعية لان بتجلي اسئلة بتبعي على الحوامل كل مكوناتنا يا بنات طبيعية 100% مش مدره نهائي اعملوا الوصفة ورجعوا لي تاني في الكومنتات حنتظركم